تشهد أسعار المواد الإنشائية لسيما الأخشاب ارتفاعاً عالمياً منذ ظهور جائحة كوفيد-19 ما يؤثر حتماً على سوق الخشب في دولة الكويت الخشب في بورصة شيكاغو التجارية زاد سعره خلال العام الماضي 400% وخلال هالسنة من بداية شهر يناير زاد حوالي 60% اقتصادياً علشان نشوف أي طفرة في الأسعار لازم نشوف جانبين اللي هو جانب الطلب وجانب العرض بالنسبة لجانب العرض جداً تأثر المعروض من الخشب بسبب جائحة كورونا بالكويت برايستيكر يعني بمعنى أن الخشب مستورد فما لنا أي يد أو كوزارة التجارة أو بالاقتصاد الوطني ما لنا أي يد في التأثير على الأسعار لأن هذه الأسعار تجين مثل مائه وهذه بورصة ليست أسعار الأخشاب فقط المرتفعة بل أسعار مادة النحاس التي تستخدم في العديد من الصناعات ويزيد الطلب عليها في عدة دول الصين تعتبر من أكبر مستهلكين المعادن وخاصة النحاس كذلك الدول لا زالت تتحاشى وتتفادى تداعيات الأزمة أزمة كورونا والأغلاقات اللي حصلت لذلك لا زالت الحزم التحفيزية لا زالت الدول تقرها فبالتالي هذا شجع الدول أنها تطلب أكبر من السلع والمعادن وغيرها لتشجيع الصناعات المادة الأولية هذه هي تستورد بشكل 100% من الخارج فالآن لما تكون هناك ارتفاع في سعر السلع الأولية فبالتالي هذا ينعكس على تكلفة الإنتاج محليا ترتفع وهذا ينعكس على السلع النهائية أن السعر هيباع بسعر أعلى أمام هذه الارتفاعات في أسعار المواد الأولية والسلع الاستهلاكية يؤكد المحللون الاقتصاديون أن هذه الأسعار من المتوقع أن تشهد هبوطا متى ما عادت الحياة إلى طبيعتها جيان حبيب تلفزيون دولة الكويت